تمكن ما لا يقل عن 1800 سجين من الفرار من سجن يقع بولاية إيمو بجنوب شرق نيجيريا وذلك على إثر هجوم نفده مسلحون حسب ما ذكرته إدارة السجون نيجيريا ووفق بيار لإدارة السجون نيجيريا فإن سجن أويري تعرض لهجوم نفده مسلحون مجهولون قاموا بإطلاق صراح 1844 سجنا وأوضح البيانة أن شهودا أفادوا بأنهم عينوا عددا من المسلحين على متن سيارات قاموا بمهاجمة موظفي السجن قبل أن يقوم بتفجير بوابته الرئيسية وفردت ولاية أبياء المجاورة حضرت تجوال من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا عقب هذا الهجوم وأدن الرئيس النيجيريا الهجوم واصفا منفديها بالإرهابيين والفوضويين ترجمة نانسي قنقر